اي تفصيلة ولو بسيطة وصغيرة قد كده في وشك بتفرق كتير لو اتغيرت لو اتغيرت للأحسن او اتغيرت للأوحش الحواجب مهمة مهمة جدا انا كنت بعمل حاجبي 6 متر طول في 7 متر عرض الحمد لله والشعر لما بيفرق شكله توضبته وفرغاته وكده بيعمل حاجة مختلفة تماما في الوجه او للشكل خيطة بقى نرحب بعد هذا الرغي الفضيع باستاذ ايمان كمان من غرانا اهلا بك حوالي ايمان قعدنا شوية نتلغبط في اسم البراند بتاعها واو براون لا فيه اختلاف كفيه اختلاف كنترول على الاسم وهي الست عارفة اسم الحاجة بتاعتها كفيه اخناقه بالفاصل بس الحمد لله تمت علاقات الحمد لله نهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا هو ملء الفراغات اللي في الشعر تمام هل هو شعر الراس بس ولا شعر الراس وشعر الحبايب بوسي هو عمتا التقنية واحدة ولكن فيه مسميات لشعر الراس ومسميات تانية لشعر الحبايب لكن التكنيك ايمان واحد الطريقة الطريقة واحدة الطريقة بتاع ده وده واحدة ففراغات الشعر او نقدر نقول عليها تخطيط فروة الراس الفراغات اللي موجودة فروة الراس نفسها ممكن تتعامل الحواجب ممكن تتعامل الدق ممكن تتعامل للشعر اي مكان المفروض يكون فيه شعر ممكن يتعامل فيه يترسم فيه الفراغات دي طب احنا معنا الصور يا بنات صح طب ممكن بعد اذنكم بس حطوا الصور عشان نفهم اكتر ده بيبقى عبارة عن ايه هو عبارة عن رسم شعرات بنفس الطريقة اللي فيها شعر الراس يعني مثلا لو شعر الراس عامل كده اوكي نازل كده بنرسم الشعرات لو فيه فراغات هنا بنرسم الشعرات معنا بنفس الطريقة لو الشعر راجع لورا بنرسم الشعرات لورا لو الفراغات دي في نص الراس مثلا فمنورا الحتة دي بمعنى اصح بنرسم بتكنيك تاني اسمه شادو ده بنعمل زي شادو علشان بدل ما يكون فيه مكان ابيض في فروة الراس بيبقى المكان ده بنضلله بلون الشعر بحيث انه ما يبنش اللي يشوف اللي يشوفك ما يشوفش انه فيه فراغات في المكان ده بترسمي بايه؟ بنرسم بكذا تكنيك او كذا طريقة اكيد طبعا عارفة تكنيك المايكرو بلادينج اللي هو الرسم الحواجب هو نفس التكنيك بنستخدمه لو كان الشعرات او رسم الشعرات قدام في الوش من قدام منطقة الجبهة الجانب منطقة الراس من هنا فيه تكنيك تاني وهو تكنيك الشايدنج ممكن ده بنستخدمه لما تكون المكان هنا يعني التظليل اللي هنعمله في الحتة دي الماشين اللي بنستخدمها ماشين اسمها ماشين بيرمنانت ميكاب او مكياج شبه دائم تختلف عن مكياج عن التكنيك التاني المتواجد كان زمان اوي اللي هو بتاع التاتو التاتو دلوقتي بقى حاجة اسمها يعني منتهي الصلاحية دلوقتي الحديث التكنيك الحديث هو المكياج الشبه دائم ويتشيز ده اصلا اللي بيبنى عليه او كل دلوقتي الدول اللي بتعمل به لانه هو لا بيسيب علامات لما بيروح زي التاتو زي ما كان بيسيب علامات ولا بي يعمل اختراق للطبقات والطبقات كان بينزل على الطبقة السبعة والتمنى وكده فبينزل دم لا التكنيك بتاع البرمنانت ميكاب او المكياج الشبه دائم ده اسمه صوفت تكنيك او تكنيك بسيط خفيف بنشتغل على الطبقة الاولى او التانية فقط من الجلد بحيث انه ما ينزلش دم ما يطلعنش ابدا دم وبالتالي الطبقة دي من عند ربنا كده بتتجدد اوتوماتيك فلما بتتجدد اوتوماتيك هو الحاجة اللي رسمناها بتروح بتروح بقى في خلال قد ايه حسب المكان اللي رسمنا فيه طيب خلينا الاول نعمل تنويه عن الهداء من واو براو عشان هم خفز رايغة واو براو معنا ست هدايا لست ستات او بنات عندهم فراغات في الشعر ولا في الشعر او الحواجب انت عايزة الشعر في الشعر او الحواجب شعر او الحواجب يعني الاتنين طيب معيش عايزة افهم منك اكتر تمام الرسم ده بيبقى بابرة الماشين بتاعت البرمنت ميكوب هي عبارة عن قلم في ابرة رفيع جدا زي ابرة الانسولين الابرة دي من رفعها ما تقدرش تختارك اكتر من الطبقة التانية للجلد ما تقدرش يعني ابرة التاتو زمان كانت ابرة كبيرة كده لا ده ابرة رفيع جدا بحيث ان احنا نقدر نرسم من غير ما نسكراتش الجلد جامد ولا ينزل دم ولا نخش عميق في الجلد طيب لو هنفطاعد ان انا عندي حتي تندل فيهم فراغ تمام وانتي رسمتين اول حاجة هل بيقى فيه تورم لا مفيش خالص طيب وانتي قلتي ما بيتنزلش دم طيب الرسمة دي تعد ايه اه الشعر بيقعد اه اه ده اه لو رسمنا بتكنيك المايكرو بلايدنج يعني بألم المايكرو بلايدنج والبلايد الصغيرة او الشفرة الصغيرة اوي ده تكنيك بيقعد من سنة لسنة ونص زي الحواجب تمام اه لو رسمنا بالتكنيك بتاع الشادو اللي هو بالماشين بتاعت البرمنانت ميكب والابرة رفيع جدا بيقعد من سنتين ل تلات سنين وما بيقرنش بقى ما يخضرش اطلاقا في حاجة مهمة قوي ده برضو من فرقات التكنيك ما بين التاتو القديم وما بين البرمنت ميكب الخامات او اللي احنا بنستخدمها لازم تكون خامات بيرمنت ميكب مش خامات تاتو ليه بقى الفرق بينهم ان دلوقتي حاليا التكنيك ده عشان جديد ما فيهش رصاص تماما ما فيهش اي نسبة رصاص الرصاص زمان كان في التاتو بيختلط بالدم وبيعمل لون ازرق واخضر وفوشية وحاجات غريبة كده دلوقتي ما بقاش فيه كده لانه قريدي المواد بقت كلها عضوية ارجانيك وما بقتش فيها اي نوع من انواع الرصاص فبالتالي ما فيهش اي تفاعل مع الدم عشان تغير ولا فكرة انه الحجاب او يتتعرض للشمس او يتتعرض لأي حاجة يغير اللون او يمسحه هو بيتمسح اوتوماتيك بعدما المدة بتاعته ما بتروح بيبدأ يفيد او يقل لحد ما يروح خالص لانه قريدي الجلد ده بيتجدد طبعا الاولى والتانية دول من عند ربنا بتتجدد فهو لما بيتجدد بيتجدد معين الالوان لكل حاجة ليها لونها يعني كل الالوان موجودة بتاعت الهير سكالب او تخطيط فراغات الشعر دي كل درجات الشعر موجودة اه بس ما تتسبخش لا تتسبخش يعني اللي عايزة تعمل عندك تروح الاول تسبخ بالزبط صحي من وبعدين تجيلك انت مظبوط تسبوط بالزبط لو هي عايزة نفس اللون بتاع السبغة هتسبغ الاول وتيجي نطلع لها نفس الدرجة وما تقدرش تغير اللون بتاع شعراء طول ما دا موجود بالزبط طيب يا انجي كده اول تليفون كده فش ستك تروحينا اي دلوقتي تروحينا اي دلوقتي تروحينا اي دلوقتي تردفة تروحينا اي دلوقتي تستاذ ايمان اللي اتتعبت معانا في الفاصل عشان اسم برند بتاعات ومعانا اي دلوقتي بس شفتي انا بيت عندي يسخي معايا مين بلات في الكونترور واسقيم نفسه اوه امال ايوة ازاك يا امولة الحمد لله يا رب دايما انا كويسة ومانتوا كويسين يا رب الحمد لله ازاك يا رب دايما بحبك بموت فيك بموت فيك وانا بموت فيك وبموت فيك ودلوقتي الاستاذ ايمان اللي منورانا هنا بتعمل اختراع اي حلاص حضرتك عندك فراغات في شعرك اي ولا في حواجبك تحب اي هو عندي شعري خفيف جدا وبينزل يعني منين بقى الفراغات الفراغات منين قدام من قدام وخفيف قوي برضو من ورا طيب طيب يا اتي اتي مبروك عليك هي هتعمل هالك والست فنانا كده واحنا اي عطيب بنتمزل معا بالكلام انا حسنا اي نص الكلام ده عمي في حاتي ما سمعني في حاتي بس ماشي تمام خليك ما يأكلوا بياتك في الكنترول معا نوحة يا نوحة مزاك يا نوحة مزاك يا رب انا الحمد لله روح قلبي مستي على هدايا الحلو لكل شوية بتقدمها لنا ده هم ده مجانا قلوا سام انت ايه لو أعشان عيد الحب عيد استخلال سعيد عيد استخلال سعيد أنا من نسبة لي ساحب كلهم يأيد استخلال سعيد يا مام طيب وليه بقى عندنا فراغات منين ولا يا ردو انا عندي في حواجبي ومن قدام في راسي فهي يعني هي تحددلي بقى يعني شو يا الأفضل الاولى اعتقد انها بتبقى الراس لانه هو حتى بقى حواجبي بتعرفي تعملي حواجبك لكن الراس اعتقد انها تبقى احسن لها مظبوط يعني ان شاء الله رح لها وياتشوف ان شاء الله طيب يا عادية من استاذ ايمان او من واو براو براو خليك معايا واو براو يا انجي يا انجي عنوج ازاك يا انوج ازاك يا ردو بصي انا بموت فيك انا كمان بموت فيك على فكرة انا عايز اقولك ان موما ما بستش حلقة من حلقية لا تبوسي هالي بقى لا تبوسيني بقى موما بقى ويحض للا تبوس معايا ما بتتفرجش النهار ده على حظي مرسي جدا انت عارفة انا اول مرة اصلا اصلا اصلك في اي حاجة وفي التلفزيون حبيبتي ده بيتك يا موما ده شكل ده بوس وانا كمان يا راح مرسي يا حبيبة قلب تبذوقتي واو براو بيعملوا اختراع كده ملء فراغات الشعر انا اريد اقولك ان انا عروسة بقى لي سنة سعري اصلا وقع على فن وليت على طول فسعري قدامه اي خالص وحواجه اصلا وحفيفة جدا تقريبا اصلا مش موجودة من الرضاعة من الرضاعة الرضاعة بقى سعري كله كله وقع من قدامي يعني مصلحة اصلا من قدامي لا واو براو بقى هيزبطوك يا اصلا امان هتعمل معاك جغل عاي جدا جدا خليك معايا يقلب بيتك في الكنترول يعني نظرا للنوقت بقى عامل كده واحنا قدامنا حلقة تقريبا تانية مغلط وشعر ودي الناس مين هنقل التلات هدايا التانيين على صفحاتنا هي وبس اللي على الفيسبوك من واو براو او من اصلا امان طيب سؤال اخير هكده خلص عرفنا انه وطبعا الشرط انه اللون الشعر اللي عندك دلوقتي مش هتعرف يتغيريه على أقل في خلال سنة ونص بالزبط مظبوط طيب التعرض للشمس ده ما يغيرش اللون خالص احتكاك التربان او البني او الطرحة خالص ما تساعدش انه هو خالص قولا واحدا قولا واحدا ليه بقى لان زي ما قلتلك دلوقتي الخامات او الماتيريا اللي بتاعت البرمنانت ميكوب دي حاجات مخصصة لكل ساكشن بنشتغل فيه او كل قسم ليه خامات معينة الهيرسكالب او تخطيط فراغات الشعر بقى ليها خامات معينة بتعمل حساب كل المشاكل اللي بتحصل سواء شمس او بتعمل حساب الدهون اللي في فروة الرأس بتبقى معالجة بطريقة معينة علشان تقدر تقعد معاكي المدة اللي اتفقنا عليه سواء امين ده ينفعل الصلاة اه طبعا عادي ما فيش اي مشكل طبعا طبعا كل البرمنانت ميكوب ينفعل الصلاة عشان فيه يعني تخيل مش صح عند الناس ان المكياج الشبه دائم ما ينفعش للصلاة تاني هنقول ان فيه فرق كبير ما بين التاتو والمكياج الشبه دائم التاتو احنا مش بنعمله خالص لان ده تكنيك انتهى لانه مضر جدا بيدخل يختلط بالدم بيتغير شكله ولونه بيدر البني قدم وجسم الانسان نفسه لان المواد الخامات المستخدمة فيها نسبة من الرصاص وبالتالي بتتغير وبتتفاعل مع الدم فده تكنيك انتهى احنا دلوقتي بنتكلم على تكنيك جديد والتكنيك ده بيشتغل على الطبقة الصلاة زي ما احنا بنقول او كده سواء مثلا هو او الايلينر او الشفيف او المايكرو بليدنج لو الحاجات يبتمنع الصلاة ده لازم يكون على سطح الجلد مشانا لما بخسل وشي بخسل كده طب ما انا لو غسلت وشي وغسلت بالطريقة دي لو هو سطحي اكيد اكيد هيطلع مش هيقعد معنا سنة وسنتين وتلاتة لكن هو مش سطحي هو تحت طبقة الجلد الاولى انتي دخلتي اللون اوصرناش للطبقة اللي فيها الدم يعني داي طب ويقول وانا عندهم تعلبة احنا كتير جدا من الكلاينز بتاعنا او العمل بتاعنا عندهم تعلب هما بيجوا مخصوصا عشان كده ولا بيبقاش فيه لا حواجب ولا بيبقى فيه شعر ولا حاجة حواجب اللي انا عايز اقوله ان فيه كذا تكنيك لكذا حالة يعني فيه موضوع فراغات الشعر ده مش حالة واحدة بشكل معين لا ده كل شكل ليه طريقة بنعملها له في ملء فراغات الشعر طب ايمن سألها خير لوحدة بتعمل علاج لشعر بتاخد بقى حقا او بتاع او مش عارف ايه هل ده يتضارب مع ده ولا لا اطلاقا برضو خالص انا بشتغلش مع الشعر انا بشتغل على فروة الراس فقط هي سبغ فروة الراس مش سبغ الشعر اشكرك نوارسيني تسلم فيه كلام كبير حقيقة وشكرا اللي واو براو اهو قلتها اهو ايه شاطرة واو براو حقيقة هداية يعني جميلة جدا زيكم بعد الفوصل شهداتي عزيزات وضوع مهم جدا بيشغل العالم كله قررنا نكلم فيه ولكن بعد الفوصل